فيه معلومة باقولها لكم ابواكم تركزوا مايالية بتستغربونها جدا يعني حتى لو طلعتها يعني في مقطع فيديو بعد هذا البد تدري انك انك انت انت او انتي مليان فراغات مليان فراغات انت يعني لو شلت الفراغات اللي فيك تصير نملة انت انت تصير نملة وانت تصيرين نملة لو شلت الفراغات اللي ما بين النواة والالكترونات انت لما تجلسين او انت لما تجلس على كرسي انت بالواقع ما جلست على الكرسي ولا لمست الكرسي فيه فراغ كبير بينك وبين الكرسي فان الفيل في الفيل هذا اللي تشايفين الضخم هذا لو شلنا الفراغات اللي فيه هذا هو حجمي فراغ بدون الفراغات فا طب الناس بيقول لي من جي بالكلام هذا فهو مذكور في السنة النبوية أن الله خرجنا من ظهر آدم وأشهدنا على أنفسنا في يوم اسمه إيش؟ الذر الذر وشه الذر؟ الذر هو صغار النمل فالله أخرجنا بدون فراغات فخرجنا كصغار النمل وأشهدنا على أنفسنا وشهدنا له بالوحدانية هذا اللي دائما يعترضون على كلام يقول أنك مهرطط وتقول كلام غير طبيعي كلامي هذا علمي كلامي علمي ذكر في القرآن وسن النبوية فالأخوان اللي ألقون يعني يجب أنك قبل ما يعلق ينتبه الحاجتين أولا هل عندك العلم أنك تكذبني؟ هل عندك العلم أنك تكذبني؟ تكذبني بس أثبت لي أني أنا غلطان وإنت صح بالأدلة والبراهين أول أفضل أنك تصمت ما تعد لق لأنك أنت جاهل بالمعلومة يمكن أنك أنت عالم بشيء كثير أكثر مني لكنك جاهل بالمعلومة اللي أنا قلتها فعلمك الكبير هذا ما يشفع لك لأن علمك الكبير هذا ما هو